بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الطلب الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في هذا الجزء العملي لشرح المسائل من مادة مقاومة المواد واختباراتها Strength of Materials and Their Testing معكم الدكتور أمير محمد القسنطيني نواصل مع شرح المسائل المرتبطة بالمحور الثاني والذي بعنوان Tension, Compression and Shear ونأخذ هذه المسألة الرابعة معانا هنا بار من النحاس الأصفر عليها شد بقوة P طبعا القطر 10 ملي متر وقياس الانفعال تم على مجال 50 ملي متر على طول 50 ملي متر معطى القوة P لما تصل إلى 20 كيلو نيوتن في استطالة بقيمة 0.122 ملي متر مطلوب حساب الموديلس أو اليانكس موديلس لأنه حصل أصفر أيضا لو معطى أنه حصل تقلص على القطر بقيمة 0.083 ملي متر مطلوب كم قيمة البوستون ريشيو للبرس بالنسبة للأكشل ستريس سيجما تساوي P على A تساوي 20 كيلو نيوتن تقسيم الباي دي تربيع على 4 يساوي 254.6 ميجا باسكال نقوم أيضا بحساب الأكشل سترين إبسيلون تساوي التغير في الطول على الطول الأصلي يساوي 0.0244 طبعا للتذكير أنه السترين ليس له لوحدة من هنا نستنتج مباشرة باستخدام قانون هوك أو الهوكس لاو اليانكس موديلس يساوي يساوي 104.10.3 ميجا باسكال يعني 104 جيجا باسكال أما البوستون ريشيو فمعانا اللاترل سترين يساوي البوستون ريشيو ضرب الأكشل سترين الدلتا دي نستنتجها أو لها علاقة باللاترل سترين يساوي ضرب الدي والدلتا دي إذن تساوي ماذا؟ تساوي البوستون ريشيو اللي نبحث عنها ضرب الأكشل سترين ضرب القطر من هنا نستنتج ماذا؟ نستنتج البوستون ريشيو يساوي الدلتا دي تقسيم الأكشل سترين ضرب القطر يعني 0.083 تقسيم 0.0244 ضرب العشر اللي هو القطر إذن البواصن ريشيو يساوي 0.34 طبعا بدون وحدة